اشتركوا في القناة كل شعائر الإسلام تأمل معي قول الله سبحانه وتعالى وهو يقول وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ الاتنين زي بعض أَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اَجْهَرُوا بِهِ النتيجة الله جل وعلا يعلم هذا كل هذا هو معلوم عند الله سبحانه وتعالى ليه؟ يجيب الله جل وعلا عن هذا في قوله يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصدور كل شيء خائنة الأعين آه خائنة الأعين عارف يعني خائنة الأعين؟ مجرد الغمز وما تخفي الصدور وما يكنه الإنسان في نفسه وما يضمره الإنسان في قلبه في داخله هو معلوم عند الله سبحانه وتعالى وكل شيء يؤيد يكتب ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض الإسلام عايز يخلي الإنسان قواه زي براه الداخل كالخارج كل متساوي لماذا؟ لأنك تتعامل مع رب عظيم لا تتعامل مع بشر لا تتعامل مع عبد ضعيف وإنما تتعامل مع رب سميع بصير مطلع على كل شيء ولذلك كان أحد الصالحين أما بيربي أحد أبناء يقول له إيه؟ يقول له كده تعالى يقول له علمني قال له قل الله سامعي قاعد يكرر فيها مرة واثنين بعد شويه الله ناظري كرر وارقع الله مطلع علي روح تعالى ثم جاءه بعد ذلك ماذا تعلمت؟ الله ناظري الله شاهدي الله سامعي الله باصري الله مطلع علي قال له يا بني من علم أن الله كذلك هل يعصيه؟ قال له لا قال فكن كذلك ذلك الصحابة تربوا على كده شوف سيدنا ماعز والغامدية في جريمة الزنا عندما وقع ماعز في هذه الجريمة أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما رأاه أحد ما عرف بسره من أحد من بشر مطلقا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال وقعت في جريمة يا سيدي خلاص روح يعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فيأتيه مرة واثنين وثلاثة وأربعة ويحاول إنه يعترف للنبي صلى الله عليه وسلم بجريمته والنبي يقول له لعلك لمست لعلك قبلت لعلك فاقث قال له لا بل فعلت من كان مع هذا الرجل؟ تأتي الغامدية فيردها النبي صلى الله عليه وسلم فتقول له يا رسول الله لعلك تردني كما ردت ماعزا بالأمس ثم بعد ذلك أمرها النبي أن تذهب حتى تضع ثم تذهب حتى تفطم ثم جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام من الذي رأاها؟ من الذي علم بحالها وبحال ماعز؟ ما علم بذلك أحد إلا الله سبحانه وتعالى الصيام يربي فيك تربية الضمير عايز يعرفك أن الله مطلع عليك أنك وإن غلقت على نفسك بابا من الأبواب وجعلت بينك وبين الناس سطر وأعني حجاب فالله سبحانه وتعالى مطلع عليك يا راك قد تغلق بابا وتأكل قد تغلق بابا وتشرب قد يكون الرجل ليس بينه من أحد وهو وزوجته لكن من الذي يراه؟ الله من الذي يطلع على كل صغيرة وكبيرة؟ الله ولذلك قال الله جل وعلا في الحديث إلا الصوم فإنه لي ليه؟ يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي ولذلك أقول أن رمضان عايز نطلع من مدرسة رمضان الضمائر استيقظت الضمائر دبت فيها الحياة فإن تحققت هذه الحياة في الضمائر في النفوس في القلوب أعتقد أنك فست برمضان ونجحت في رمضان وأخذت كل خير في هذا الشهر العظيم المبارك وإلى الملتقى في حلقة أخرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة